طيب عندي تفاصيل كتير عايز اتكلم عليها ولكن لفت انتباهنا في الساعات الاخيرة بعد النقاط كده بس عندي ردود عليها بناء على معلومات على فكرة لان الفترة الاخيرة الناس بتحاول تكتهد كتير من غير ما تعمل تلفونات او اتصالات تعرف اساس المعلومة او تعرف ايه المطلوب او الموضوع بشكل عام اولا ودي نقطة مهمة جدا فكرة ان في مشكلة ما بين مرس الكولر ويه محمود عبد المنعم كهرباء الكلام ده غير صحيح الكلام ده غير صحيح المعيار الاساسي في تعامل المدير الفني مع اللاعبين هو المعيار الفني في المقام الاول المعيار الاساسي في التعامل ما بين المدير الفني مع اللاعبين هو المعيار الفني في المقام الاول وبقول للناس بلاش نفخ في النار بلاش نفخ في النار مرس الكولر لما اختار قيمة مباراة الأهلي ومدياما الغاني كانت بناء على رؤية فنية في المقام الأول لو محتاج لاعب هيكون معاه هذا اللاعب في هذه المباراة لو لاعب عنده ظروف خاصة والمدير الفني شايف أن الظروف الخاصة دي مع رؤيته الفنية هتكون في مصلحة الفريق أنه يستعين بلاعبين آخرين أكيد المدير الفن هيختار طبقة لرؤيته الفنية ده في المقام الأول يبقى ثانيا في الرد على هذا الموضوع الفترة اللي جاية ممكن تلاقي كهرباء في مباراة ما تلاقوش في مباراة ممكن تلاقي منع الموجود في مباراة ومش موجود في مباراة ممكن تلاقي السلية في مباراة ومش موجود في مباراة الفترة اللي جاية فيه ضغط المطشط كتير جدا والفترة اللي جاية فيه أولويات فنية هيبدأ يشتغل عليها مرسل كولر ولكن خلاف بعيد عن خلاف الملعب إطلاقا الخلاف ليس أو الناس اللي بتحاول تأخذنا في سكة إن الخلافات ممكن تكون بعيدة عن تفاصيل الملعب الكلام ده مش في الأهلي الكلام ده مش في الأهلي لو الجهاز الفني محتاج لاعب في مباراة هيكون موجود في المباراة والتصريح المهم اللي قاله كابتن خالد بيبو إنها رؤية فنية لمرس الكولر والمباراة هتبدأ من بقرة ممكن بقرة عايز يدي مساحة لو سامبو علي ممكن عايز يدي مساحة إن يكون أنتوني مودز تبديل أو هو الأساسي ممكن عايز رايح قهرابا لمباراة يانجي أفريكانز أو يتدخروا شوية لمباراة الزمالك كل شيء وارد ولكن إن الناس تاخدنا في إطار برى الملعب ده أمر غير مسموح وغير مقبول والعلاقة اللي بتجمع على فكرة قهرابا تحديدا لنلعب واحترف في سويسرا وعلى علاقة جيدة جدا بمارس الكولر وبياسين الميكاري محل الأداة لإن ياسين كان أصلا بيلعب مع قهرابا قبل كده في الدور السويسري فبلاش نفخ في النهر في تفاصيل أعتقد فيه زياها كتير في أماكن تانية ولكن عشان تبقى تريند لازم تتكلم على حد في النادي الأهلي فمعظم الناس اللي بتطلع تتكلم على العلاقة ما بين كولر وكهربا الناس مش عارفة الدخليات أساسا ولكن مسكوا التصريح وعمل عليه موضوع لأن في الأساس لما طلعوا وطرحوا فكرة غياب قهرابا كانوا قالين معلومة تانية غير المعلومة الأساسية اللي قالها الكابتن خالد بيبو فعشان كل واحد يداري غلطه في سرد المعلومة الحقيقية مسك في التصريح وقال لك الكلام ده عكس الكلام اللي تقال لنا في الأول لو سألتم من البداية عن التفاصيل عموما استحالة كان يبقى ليكم ردود فعل على فكرة هو قهرابا موجود ولا مش موجود طيب ده جانب متعلق بمسألة كولر واختياراته الفنية وقلت لحضراتكم في فترة من الفترات كان محمود متولي بعيد عن المباريات وبعيد عن التدريبات بشكل أساسي لأن الرجل كان بيعتمد على ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم رامي ربيعة وفي بعض الأوقات استعان بعمر كمال عبد الواحد في مركز المساك وفي بعض الأوقات قبل كده استعاني الأهل بمحمد هاني في مركز المساك وفيه أكرم توفيه في مركز المساك ولكن بعد غياب ياسر إبراهيم لفترة لم تحدد حتى الآن ولكنها يعني بنتكلم في 15 يوم على الأقل نتمنى للمدة ما تزيدش عن كده نتمنى للمدة ما تزيدش عن كده ولكن فيما معناه أن أنت بتتكلم على ضروري التواجد محمود متولي في التدريبات الجماعية في الفترة الحالية فالأمور الفنية هي اختيارات مرس الكولر وفي النهاية هو المدرب اللي بيحاسب على نتائجه وعلى اختياراته فبلاش حد ياخدنا في سكة مشاكل مبين لاعبين ومدرب برا الملعب وأكبر دليل على ذلك أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر في فترة من الفترات خلاص كان على وشك أنه يطلق إعارة في يناير ومع ذلك أحمد عبدالقادر موجود في التدريبات الجماعية لما موضوع انتقاله للدور التركي لم يحدث وبالتالي استمر أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية متى يشارك في المباريات؟ هي رؤية فنية لمرس الكولر تعمد قايمة فيها 28-29 لعب بخلاف اللعبين المقاييدين تحت السن هل هتلعب في كل مباراة بالـ 28؟ استحالة لا أقصى عدد أقصى عدد ممكن تلعب بـ 15 أو 16 لها في كل مباراة ولكن في كل مباراة ممكن تستبدل وتغير فيه القايمة عشان تستعد لكل مباراة تبقى لظروفها واحد ياجاتها لأن الفترة الجاي ضغط ماتشاط كتير ده جانب متعلق بالرؤية الفنية ترجمة نانسي قنقر